من مشكلة الرواتب وسلم الرواتب ويومين يفتح موضوعه وبرلمان وإلى آخره يدعم أن يحسون عنه أسعاد الله وخادم أنا طبعا أفتشي أهنيك على التقرير اللي قدمت لي قدام لأنه كان على الجروح لأنه قضية صراحة قد لا يحس به الكثيرون هي قضية الراتب لأنه مثل ما كانوا يسموه قبل المعاش وفي اللغة العربية الفصحة في كتب التراث هو المعاش الاقتصاد أصلا هو المعاش فهناك أخواني المصريين طلع المعاش طلع المعاش من أقوى عدم عدالة هذا اللي يقر يعني مثلا أنت تلقى اثنين مخالصين نفس الدراسة نفس الكفاءة هذا واحد هذا مهندس هنا وهذا مهندس هناك ليش اللي يكون مثلا نفترض في وزارة الإسكان أو في البلديات ما عنده مخصصات وبالنفط وبالنفط غير شكل وغيرها يخلوه مثلا يضل درجة رابعة درجة رابعة درجة ذاكه والصعاد وصار وباتر فمعناها أنه أكو مثل ما يسموه الدبل ستاندرد المعايير مزدوجة أو بصورة أخرى يعني أنا من خلال خدمتي الوظيفية يعني بعدين طلع التقاعد لاحظت أكو فتشي كأنما كل وزارة هي حكومة في ذاتها مع العلم إحنا كلنا في العراق نخضع لذات الدولة ذات القوانين وقانون الخدمة مدنية المفروض هذا الشيء طبعا يسوي حزارات يسوي حنق عد المواطن إضافة إلى عدم العدالة قلت لك اللي يخلي واحد يعني عيشتها متأثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر